اشتركوا في القناة ازاي يقدروا يتخلصوا منها وازاي يكون عندهم ارادة في ان هم يبطلوا ياكلوا كتير او يبطلوا ياكلوا قبل ما يناموا خصوصا للناس كمان اللي ما عندهاش ارادة وما جربتش اصلا انها تعمل دايت هو ده اللي هنتكلم فيه النهار دا يا راني يمكن يا نور كمان الناس اللي مش قادرة تتحكم في نفسها زي ما نور قالت عدم الارادة دايما بيوصلونا ان احنا نقول ان السنة ام الامراض السنة كابوس العصر يمكن الكلام دا قلناه قبل كده كتير علشان الامراض اللي تسببها السنة لو حد عنده مشاكل في الظهر بيكون سببها سنة لو عنده مشاكل في الرقبة بيكون سببها السنة لو حد عنده ديء في التنفس برضو بيكون سببها السنة علشان كده احنا جايلينا الحقيقة اسئلة كتير قوي على فيسبوك عايزين حلول للسنة مش قادرين نحن نتحكم في نفسنا مش قادرين نتحكم في قتلنا مش قادرين يقتنعوا بالضايت اللي مثلا لو هو بيأكل طبقين رز يروح للدكتور يقول له أنت هتاكل أربع أو خمس معلق أو نص طبق رز فما بي مش مقتنع بالموضوع ده علشان كده الحقيقة أن احنا نجاوب على كل أسئلة حضراتكم اللي جات لنا على الفيسبوك ولكن خلونا الرحب بيضيفنا وضيفكم اللي بنورنا دايما دكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة عدو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلانيكية والسمنة وعدو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وأيضا عدو الجمعية الأوروبية لتب القلب الوقائي وإعادة التأهيل منورني يا دكتور أحمد ربنا يخليك يا ربنا يخليك ربنا يخليك يا دكتور بداية الأسئلة معينا على صفحتنا على الفيسبوك كان سؤال جاي من مها ومها بتشتكي أو مش هي اللي بتشتكي هي حماتها اللي بتشتكي عندها مشكلة هي سنها ستة وخصصة حمات مها يعني ما بتتكلم عن لسان حماتها يعني ماها أصيلة بتشوف يعني واحدة بتحب حماتها عشان الفيسبوك يا دكتور يعني حتى مطر احنا بنشجع على علاقات الإنسانية اللي طيبة والاجتماعية بالضبط اللهم عندها ستة وخمسين سنة ووزنها تسعين كيلو بتعاني من ألم في الظهر بسبب طبعا السمنة اللي في البطن عندها السمنة كتير في البطن وكانت عايزة تعرف هل السنة ده مناسب إنها تاخد الألياف ولا خطر عليها واضح إنها تعبانة من السمنة الوزن واضح إنها بتشيل أو حاجة طبعا ما فيش أي مشكلة خالص السن اللي انت يولتي السن كم سنة؟ ستة وخمسين بالعكس ده إحنا كنا طول الوقت مندور على حاجة نديها طبعا ستة وخمسين سنة ده شباب يعني مش من السن كبير طبعا مندور على حاجة ما لهاش مشاكل مع الضغط ما لهاش مشاكل مع السكر ما لهاش أي أثار جانبية كنا أغلى بالأدوية اللي موجودة في الماركت غير مصرح بيها وفيناها مكتوب عليها غير مسموح للمرضى الضغط والقلب والسكر والمشاكل دي كلها احنا دي ألياف طبعاية فيهاش أي مشكلة بحد أي سن يقدر ياخدها من أول ست سنين بالعكس ده حتساهم معها كتير جدا هي ممكن تكون حامات مها أغلب الوقت قاعدة في البيت ما فيش حركة ما فيش الكلام ده كله مستسلمة لمشاكل السمنة نقدر نديها الألياف تقدر تقسم وجباتها بشكل متتالي عشان تحفز التمثيل الغذائي معها هتنزل طبعا هي اشتكت من سمنة البطن كمان تقريبا سمنة البطن ما فيش أي مشكلة انت معا نزول الوزن الكل لأنها وزنها حاجة وتسين كيلو هتنزل البطن ما فيش مشكلة بالاستعانة ببعض جلسات تجميد الدهون وإذابة الدهون لمنطقة البطن أو بعد ما تنزل بفترة معانا نقدر حتى نعملها شفط لكن في النهاية لما تنزل في الوزن ككل بطنها أكيد هتختلف وما فيش أي مشكلة بالنسبة للسن ده خالص طيب طيب فيه سؤال جاي من يسرة بتقول أخوها أخذ الألياف من شهر والحمد لله نزل سبع كيلو بتتكلم عن نفسها بقى وبتقول إن هي وزنها كبير برضو ستة وتمانين بس الحرق ضعيف جدا الألياف تنفع معاها ولا لا؟ الألياف احنا اتفعنا إن الألياف ده شيء طبيعي يشغل حيز كبير من المعدة فبالتالي بيخليك تشبع مضة طويلة أو تاكل كميات أكل قليلة كلمة الحرق ضعيف دي مش عايز أسمعها من حد ما فيش حد عنده حاجة أسمعها الحرق ضعيف أنت ما أنتش مكوّم من مركب غير المركب بتاعنا بس الناس شمّاعة بيعلقوا عليها كلمة الحرق ضعيف الحرق ضعيف ده أنت عارفته من إيه أنت عايز تاكل إحنا عندنا عايز أفرق ما بين كميات الأكل الكبيرة وكميات الأكل المتوسطة اللي بتاكل بشكل غلط هنا أنت بتاكل كميات أكل كبيرة فحترقم دهون هنا أنت بتاكل كميات أكل متوسطة ممكن ما تكونش كبيرة بس في وقت غلط وما أنتش محفز الحرق بتاعك فبالتالي برضو حتتخل يبقى إحنا هدفنا من الألياف إن إحنا ناكل كميات أكل قليلة وإن نقسم الأكل على مدار اليوم عشان الحرق يشتغل الجسم اتفقنا كلنا نتبقنا فكرة إن هذا الجسم عبارة عن آلة الآلة دي من صنع ربنا الآلة دي ليها طرق في الأكل لازم تفتر الصبح عشان ده قمة التنشيط أنت بتدور العربية الصبح هي الشرارة الأولانية لتجهيز جسمك للحرق هو وقبة الفطار تاخد وقبة كاملة وبعدين تبتدي تأكل كل تلات ساعات ليه؟ لأن الآلة دي محتاجة تديك طاقة هتشتغل على الأكل تحرقه فتديك طاقة فتحفيز الحرق هيتم عن طريق الأكل بشكل منتظم لذلك أكتر ناس بتتخمين ناسي بتكونش طول يوم طول اليوم مدعش حاجة للكبات نسكة فيها وبالليل لما روح أكل 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 وممكن تكون كمية أكل مش كبيرة كمان فبالتالي لو أنت شفتيه كاتوتا الكمية أكل تلو 1400 سعر حراري و1400 سعر حراري دول ما يتخنوش ما دول يا دكتور رحمد الناس اللي بتقولك أنا ما باكلش أنا باتخليه بالضبط 1400 سعر حراري دول كل أغلبهم ترقم إيه؟ دهون بالرغم من أنه أخذ كمية أكل أقل من الطبيعي أصلا أقل من اللي بيأكل على مدار اليوم كله بالضبط فنفيش حاجة اسمها الحرق عندنا ضعيف خدي الألياف لو أنت بتأكل كمية أكل كبيرة نظمي أكلك على مدار اليوم حتلاقي نفسك الحرق بتاعك كويس شربي مياه كويس جدا 3 ريتر مياه في اليوم الموضوع مش محتاج لغز نفوش أي ألغاز أنت تفتر الصبح تنشط الحرق تأكل كل 3 ساعات حيبقى 3 وجبات رئيسية وسناكس في النص ما تقولش الشغل ما تقولش أي مشكلة أنت معندك بتأكل كمية أكل كبيرة الألياف حتقفلك الموضوع ده أنت ممكن تأخذ الألياف فتملى المعدة فبالتالي لو أنت كلت مصر غيف في الغدى هتلاقي نصك شبعت على طول طرح معلق رز في الغدى ما فيش مشكلة الأطفال اللي بيأكلوا بالليل الرجال اللي بيرجعوا البيت يأكلوا أو الستات اللي بيرجعوا البيت بيأكلوا كتير بالليل كتير ده نفس الفكرة بالضبط تقدر تأخذها في وقت معين قبل ما تزيد الشهية دي هتقدر تكتم شهيتك وتبدأ تأكل كمية أكل يعني فكرة الألياف هي بتنزل في المعدة بتأخذ حيز كبير من المعدة ثلاثة ربعها مثلا فبالتالي بتسيب جزء صغير هو اللي هينزل فيه الأكل الكمية الصغيرة بالضبط إنتي ممكن نوريهم الفيديو بيوضح كتير قوي الحكاية نفسها هو برضو نفس الفكرة يبتبع عبارة عن معدتين دول كوبايتين أو معدتين أنا أعتبرهم معدتين المادة الزيتية دي الثانية هي فيها شوية ماء عاوزين نوري إزاي هو بيكون مركب صلب يقعد في المعدة وفي نفس الوقت إزاي يمتص الدهون فبالتالي ما يرقمش دهون الدهون اللي احنا بنكلها ممكن يمتصها الألياف هي مفيش أي مشكلة هي ألياف مشتقلة من خمس أنواع من الألياف الغذائية بتمتص الماء بشكل كبير جدا وتكون مركب شبه مركب سميك أو مركب لازج يقعد في المعدة فترات طويلة وبالتالي ما تحسش بالجوع الفكرة كلها لو أنت شفت الألياف هنا إحنا عندنا مشكلتين إن إحنا كنا عاوزين نعمل مركب في النهاية المركب ده ما يقفش في جزء من المعدة ويعمل جزء صلب ويقف في جزء من المعدة فيسيب مصار من المعدة مفتوح إحنا هنا أنت هتشوفي الألياف بتتشكل حسب شكل الكباية فخدت التجويف كله هي نفس الفكرة بالضبط لما تنزل المعدة لأن المعدة أشكالها مختلفة وبالتالي فبرضو بتاخد نفس شكل المعدة طب ليه إحنا بنحط بس ربع كباية مياه إحنا ممكن أن أقول لك دوبوها في كبايتين مياه لأحنا عشان تقدر تاكلها بس عشان يعني زي ما انتشايف المعلقة هنا ما بتنزلش معنى كده أنه هيكون مركب صلبة أو قول بنشرب كبايتين مياه فزي ما هي بحجمها كده بتبتدي تكبر في المعدة وتشغل تلات تربع حجم المعدة الكباية التانية فيها مادة زيتية أو السطح بتاعها كباية مادة زيتية بيوريك أدي الألياف بمثل الدهون يعني اللي مع الأكل اللي مع الأكل الزب إزاي الألياف بتتمتص الدهون اللي موجودة دي وتبدأ يعني زي ما تعمل عليها غلاف وتاخدها وتنزل بيها زي ما انت شايفة نزولها ده كي أنه رايح على الأمعاء فعلى الإخراج فخلاص بدون أي امتصاص هي دي الفكرة بتاعة الألياف نيجي هنا على فكرة الدهون هي بتشتغل على الدهون اللي انت بتاكلها فتقلل شوية منها الحاجة التانية هي بتقلل شوية برضو كمان الكوليستيرول أو دهون الدم لذلك احنا بنحبها جدا كتير جدا لما بيجي لنا مرضى ضغط وقلب وسكر بنفاجأ الحمد لله يعني أن بعد أسبوعين من الاستمرار صحيح فيه النزول الوزن الواحده بيزبط كل حاجات كتير جدا من الأرقام بتاعتهم بتاعت الكوليستيرول والسكر والمشاكل دي بالإضافة لأنه هما كمان في دايركت إفكت أو تأثير مباشر لاستخدام الألياف على موضوع إزابة الدهون نفسها أو التخلص من دهون الدم المهم بمنطقة البساطة الناس بتيجي بتحليل بعد مدة شهر من نزول الوزن سواء كان بدايركت إفكت من الألياف أو سواء كان من نزول الوزن نفسه المهم من أن الأمور بتتحسن إلى حد كبير نيجي هنا أنت في المقدمة اتكلمتوا على فكرة أن السمنة بتسبب كل المشاكل صحيح أنا كان عندي شاب يمكن من حوالي شهر ونص كان وزنه حوالي 125 كيلو تقريباً بيشتكي من حاجة يمكن كتير جداً من أو من مرضى السنة المفرطة بيشتكه بيقول لك وانا قاعد في الشغل بنام يعني هو يبقاعد كده ويحس أنه ينام وصحابه بيروح في النوم بتروح في النوم ده شكوى مسكين راح المخ وأعصاب بقى لك أنا عندي حاجة بقى في المخ عندي مشكلة مفيش أي حاجة خلص هو كل مرضى السمنة اللي عندهم دهون كبيرة جداً في منطقة البط لأن سمنة مفرطة وهو نايم أو هو قاعد الدهون دي بتتراكم كتير جداً على الشرايين بتاعت الرأة الشرايين بتاعت الرأة بقى اللي بتوصل الدم دايماً للمخ فيوصل الأكسوجين بشكل أليل للمناطق دي لأنه هو جسمه في حالة ضغطة في حالة سترس من ناحية كل أجهزة جسمه فيبتدي دايماً الأكسوجين بقى ليل ما عندهوش تشبع بالأكسوجين كافي فأغلب وظيفه الحيوية بتبقى ضعيفة من ضمن الوظيف أن المخ يديك تبقى قلرت ونشيط ومركز وكده فالسمنة طبعاً سبب الكلام ده مجرد منزل عشرة كيلو مع استخدام الألياف حسب الفرق ما بقاش يشعر بهذا الشعور الوخم والكسل والخمول والنوم هو قاعد فطبعاً السمنة زي ما أنت دايماً تليكي كلمة معروفة جداً بتاعتها أم الأمراض أو مرض الأمراض هي فعلاً بتسبب كل المشاكل تمام طيب دكتور إحنا معنا دلوقتي على التليفون أستاذة ميري على التليفون ألو يا أستاذة ميري ألو أيوم ألو مساء الخير مساء الخير مساء النور زيك يا أستاذة ميري إيه الأخبار طمام الحمد لله الحمد لله قولنا بتستخدمي الألياف من إمتى بقالي أسبوع بس بقالك أسبوع طيب في خلال الأسبوع وزنتي نفسك بعد ما بدأت تستخدميها ولا لأ وزنتي نفسي نزلت حوالي يعني اثنين ونصف يعني اثنين أو اثنين ونصف طب كنت كام بقى وبقيت كام دلوقتي يعني كنت كام قبل الاثنين ونص لما ينزلوا كنت حوالي تسعة وتمانين ونصف دلوقتي سبعة وتمانين حلو جداً طيب أنت عايزة يعني أو بتتمني توصلي الوزن قد إيه خمسة وستين طيب بإذن الله توصلي له طيب تمام طيب دكتور أحمد معيك لو أنت حابة تسأليه على أي سؤال أو ياريت افضل ازايك يا ميري انا ازايك يا دكتور عامل ايه تمام الحمد لله كويس جداً الأسبوع اثنين كيلو ونصف انت لو مشيتي على المعدل ده هتبي وصلى المكسيمم وده نزول طبيعي طبي مفوش أي مشكلة هو أنا كنت بنزل قبل كده برضو بس من غير بس كنت مشكلة كنت برجع تاني بلغبط يعني كنت بس تحمل أسبوعين يعني ان شاء الله انت حاولي تتحمل انت قلت رقم ان انت عايزة تنزلي حوالي 25 كيلو ادي نفسك ثلاث شهور انت عارفة الإحباط والتخلص من الرجيم بسرعة بيتم عن طريق ان احنا فاهمين ان احنا ممكن في أسبوعين ثلاثة هنخلص لكن انت لو حطتي رقم قصد نفسك ثلاث شهور قلت انا هاخد هذا الموضوع في ثلاث شهور هتفاجئ ان انت خلاص بتشتغلي بمسترياحة نفسياً وبتكملي الضيط وبتوصل الوزن اللي انت عايزة بس اهم حاجة الالتزام بطبيعة الاكل وتنشيط جسمك بالاكل مع الالياف لتقليل الكميات بس انا كنت عايزة تقال حضرتك سؤال بس هو انا لما بيخد المنتج يعني بدخل التواليات كتير طبعاً لان هي الالياف بتخليك بتمتصك قدر كبير جداً من المياه اللي متراكمة في جسمك نتيجة العادات الغلط ونتيجة السمنة فبتحس ان انت بتخش التواليات كتير وده بالعكس ده ده دليل على ان تأثيرها افضل لان احنا الزيادة بتبقاش بس دهون بيبقى في جزء دهون وجزء مياه نتيجة الاملاح ونتيجة الحلويات والسكرات الكتير فبالتالي نزول مياه كتير ده بالعكس كمان حيسام في انقاص وزنك بشكل كويس طبعاً هي بس انا وممطي اللي بناخده دلوقتي مش انا الواحد كمان يعني قلنا هنجرب احنا دهين كويس هي برده ونزلت برده شوية وهي عندها اصلاً دهون ثلاثية وصكر وحاجات دي بس اتشكر حضرتك يعني انا 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 اقدر تتحكم في اكلها شوية انا انا اشكركم جداً على اتصالكم واحنا الترجط بتاعنا والهدف بتاعنا برده ماما يعني الهدف بتاعنا الشباب والهدف بتاعنا زي والدتك والناس كلهم اللي عندهم مشاكل ضغط وسكر وكوليسرول دول الهدف ان هم ينزلوا في الوزن كل ده حيتحسن فان شاء الله يا ميري نسمع عنكم اخبار احلى واحلى وان شاء الله تتمتعوا بصحة كويسة ان شاء الله شكراً يا لذكر جداً شكراً يا أستاذة ميري وان شاء الله كده ترجع تكلمينا تاني انت ووالدتك وان شاء الله تكون وصلتوا للوزن اللي انتم بتتمنوا طيب معنا معنا أحمد ألو أستاذ أحمد أهلاً بيك يا فان أهلاً أقول لي يا أستاذ أحمد تستخدم الألياف من إمتى أنا دلوقتي أدخل في حوالي 25 يوم في 20 يوم طيب اتوزنت في الفترة دي ولا لا كل يوم باب بالنفس فراحة طيب لقيت نفسك نزلت ولا لا نعم لقيت نفسك نزلت في 25 يوم دول ولا اي لا 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 أنا بذور على نفسي على أساس أنا عايز أنزل كمان أكتر يعني فراحة يعني نزلت أدي نزلت دلوقتي حوالي حوالي حسر كيلو يعني بالظبط كده 10 كيلو في 25 يوم طيب طبعاً جميل طيب فرقت معك في ايه؟ أنا فرقت معي أول حاجة في الماشي وركوبتي والأنكل كنت مش قادر أمشي والله يا بطلق كنت بطلق أتسلم على إيدي ورجلي في راحة يعني دلوقتي أنا فرقوا معي دول أقول لك حوالي 50 كيلو إن أنا بقدر أمشي وأروح أقالى طبعاً إنتأخذ إنتدتنا طاقة إيجابية والله يعني بالكلام اللي والله أنا كنت مئة واربين كيلو إنتدتنا طاقة إيجابية الزحمة أه والله أنا الحمد لله الحمد لله أنا بقدر أمشي دلوقتي يعني إطارقوا معي كتير على الرقب يوم وطلق شكراًato